اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسعد الله ووقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء حقيقة نقدم لكم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نفتح في هذا البرنامج الباب لاستقبال ملاحظاتكم أرائكم اختراحاتكم فأهلا ومرحبا بكم هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الإخراج معنا المبدع نمر محمد عبده وأيضا في التنسيق معنا لخة أشواق مسعد حقيقة نحن تعودنا أن نستعرض معاكم في بداية كل حلقة يعني أجمل وأهم الأخبار اللي طالعتنا بها الصحف المحلية والعالمية في المجال الصحي بقراركم خبرين اليوم الخبر الأول يتحدث عن جهاز لترجمة الأفكار إلى كلمات تمكن باحثون من جامعة بريكلي الأمريكية من تطوير جهاز يسمح بترجمة الأفكار إلى كلمات ويستعين الاخترار للقيام بعمله بتحليل النشاط الدماغي وقد أجر العلماء دراسات لتحليل النشاط الدماغي خلال نطق الكلمات وبعد عدة سنوات من التجارب تمكن الجهاز من نسخ كلمات كان يفكر بها شخص خضع للتجربة هذا التصميم الفريد من نوعه كما يعتقد مخترعو الجهاز سيساعد تلك الفئة من الناس التي تعاني من مشاكل والطرابات في النطق أنا في زيارة لأحد المستشفيات في أوروبا ما بقول للبلد للأمانة شفت جهاز يعني مشابه بهذا الشكل لكن أنه يقرأ الإشارات مالة المخ يعني من غير ما تتكلم في أنه يشغل الليت يبند الليت يزيد الإضاءة يقلل الإضاءة كان شفت يعني من خلال إحدى الزيارات لأحدى المستشفيات في أوروبا وكان مشكلة إذا بقول الاسم يعني بسوي دعاية فعساب شي ما بقول عموما علماء يحاولون إحياء المخ الميت حصل مختصون من الولايات المتحدة والهند مؤخرا على سماح من السلطات هذين البلدين بإجراء دراسة تهدفوا إلى البحث عن إمكانية تجديد المخ الميت لدى الإنسان وللمشاركة في هذه التجربة تم اختيار عشرين شخص شخصة لديهم وفاة المخ بينما يدعم عمل أعضاءهم الأخرى بطريقة اصطناعية وسيقوم العلماء بحقن الأمخاخ ما أدري الأمخاخ جمع مخ دين الأمخاخ الميتة بخلايا جذعية وبجزئيات من البروتين المتكون في الجهاز العصبي للإنسان كما يخطط المختصون لتنشيط الأطراف العليا للمصابين بالتيار الكهربائي ولعلاج أمخاخهم الميتة بأشعة الليزر عبر عظام الجمجمة وقد سبق أن أثبت هذا النوع من المعالجة فعاليته أكثر من مرة علما أن هذه الطريقة طبقت غالبا عند علاج أشخاص وقعوا في حالة غيبوبة وسيبقى الأشخاص المشمولون بالتجربة تحت مراقبة الباحثين خلال عدة أشهر بعد اكتمال المعالجة ويستنتج الأطباء عادة وفاة مخ الإنسان عند توقف النشاط الكهربائي فيه وتوقف التنفس الطبيعي فيه أيضا في مثل هذه الحالة تحل الوفاة البيولوجية للإنسان إذا لم يحصل المخ على دعم خارجه ومع هذا يشير العلماء إلى أن بعض العمليات لا تجري حتى في هذا الجسم شبه الميت ومن هذه العمليات دوران الدم وتجدد الأنسجة وهضم الطعام ونمو الجسم وحتى بعض الوظائف الجلسية وفي حالات معينة يقدر جسم المرأة مات مخها يقدر أنه يحمل جنين يعني وممكن تولد هذا على حسب الدراسة هذه طيب اليوم من صباح الله خير اتصل فيني بو عمر راشد الخرجي واتصل فيني ما دري منه ما بقول وايد أسامي يعني على رسالة عبر برنامج الواتساب من تشرب السلام عليكم أخواني قلت بخبركم قبل لا تنفرض عليكم الغرامة قانون يلزم جميع العاملين في إمارة دبي أن يكون لديهم تأمين صحي وهذا يشمل الخدامة الطباخة المزارع الساقة أي عامل في المنزل أو المزرعة إلى آخر هذا هذه الصحبة تنفذ الغرامات على المساة وتأمين صحي من تاريخ ثلاثين ستة والغرامة خمسمية درها معا كل شهر تاخير مع عدم تجديد إقامة العامل اللي عندك لا تتغرمون ولا تتأخرون إلى أهاب طبعا هذا الموضوع نحن تكلمنا فيه مرات ومرات ومرات قلنا يا جماعة الخير موضوع أن يجب على أن كل شخص موجود في إمارة دبي أن يكون له تأمين صحي كل شخص منه ما كان كان عامل كان زاير لازم يكون عنده تأمين صحي نحن أنا ما أبغي يعني أتطرق لهذا الموضوع بشكل كبير لأن باتشر إن شاء الله عبر الهاتف باخذ دكتور حيدر وعدنا بيعطيني مداخلة على الهاتف ويوم الأحد بإذن الله كذلك منيبة ومنتكلم فيه خطة مسوينها الجماعة الفكرة يا جماعة الخير أن هذا التأمين لمصلحتكم نحن الهيئة مو بعاملين عشان نفرض غرامات عليكم لا يعني صياغة المسجات لا تأخذونها بهذا الشكل الفكرة الواحد يعني أنا بدالما أسوي ممكن الخادمة عندي أو العامل عندي يمرض وروح أودي المستشفى وعالجه على حسابي وتفعله 1500 إذا كان مريض مرض عادي يعني 1500 درهم هذا كم مرة بيمرض في السنة نزيل لا أي أخذ له هذا التأمين مع إدارة الجنسية والإقامة وشؤون إلى جانب عشان تعمل الإقامة يجب أن يكون هناك يعني تأمين مع الإقامة فعموما هذا الباكيج أصلا رمزي يعني في أهم الخدمات اللي ممكن يحصلها العامل الخدمات الصحية وتوفر لتأمين صحي يعني جيد فهذا اللي مصلحتكم وباتر بعد إن شاء الله منعطيكم تفاصيل أكثر أنا ما بغي اتطرق وايد لهذا الموضوع وأتمنى ماتي وايد مسجات على هذا الموضوع يخلوها لي باتر اللي عنده أي استفسار على هذا الموضوع يخليه لي باتر ممكن نحن نحولها وإذا يتنا ما بقراها بخليها عندي وبقراها باتر ماشي إزاكم الله خير في واحد مطارش مسج أرجوه واتصاله دايش أكوى على مستشفى راشد اتصلتوا فيه موجود على الهوى خلاص ما يبغي يطلع على الهوى زين إزاكم الله خير إذن اتصلوا فيك أعتقد وخلاص تحولت المسألة للمعنيين السلام عليكم مشكور على البرنامج أنا أم وعندي ثنين من أطفال سكر تايب ويوم صرت المستشفى مستشفى راشد عسى بأخذ جهاز السكر يليدي تعطوني واحد هذا المسج يا أنا البارحة أشواق أنا قلت حولوه على الأشخاص المعنيين زين خمسة عشر مرة خياس السكر وزارة الصحة قال توزع على جميع المرضى صرت أدور في الصيدلات شا سوي ما بحالة وياهم طيب أنا ما قلتش اللي صاير عندنا نحن في هيئة الصحة بالنسبة لهذا الموضوع تكلمنا مع الدكتور علي السيد وأوضح أن هناك خمس فئات تصرف لهم يصرف لهم هذا الجهاز ويصرف بوصفة طبية وهذا الجهاز مجانا لمواطني دولة الإمارات اللي يراجعون في الهيئة الأشخاص اللي يراجعون في الهيئة هذا الجهاز مجانا ويصرف بوصفة طبية ما يوزع مجانا أيضا كذلك هذا الجهاز الهيئة قالت أشخاص اللي يبغون يشترونه بعد وكذا ممكن نحن نحاول نساعدهم في هذا المجال فممكن توجهيني لمستشفى راشد أو في بعض المراكز الصحية ما أتذكرها والله ولا مستشفى راشد ومستشفى لطيفة ومستشفى ومركز بيت السكري نزيل طبعا اللي يغششني في الستوديو بقلكم منوع قبل عموما خلونا نطلع فاصل عشان ما نطول عليكم ونرجع لكم عنا موضوع جميل ما نتكلم عن نتاج المسح الصحي الثاني لإمارة دبي وأيضا في عندنا ضيف جاي في الطريج فأتوقع أنه يسمعنا الحين فأقول يعني هيد لا تسرع نحن ما ترياك اللي ما توصل فهو يعرف عمره ما دريد وصل لا بعده في الطريج زين بخبركم منوضيف عقب الفاصل فخلونا نطلع هذا الفاصل ومارجع لكم ممتنين أسعد الله ووقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي إذن مستمعين قبل الفاصل وأتكون بخبركم موضوع حلقتنا حلقتنا عموما موضوع الحلقة اليوم متكلم عن نتائج المسح الصحي الثاني لإمارة دبي أنا وايد سعيد أن اليوم معنا الدكتورة ناهد منصف مدير إدارة الشؤون الصحية بقطاع العاية الصحية الأولية اللي استعرضت بالأمس هذه النتائج خلال مؤتمر صحفي يعني بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيت الصحة بدبي وأيضا كان الأستاذ طارق الجلاحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للأحصى موجود وإن شاء الله يوصل لنا بالسلامة لحنة ريا إذا هو في الطريج ويسمعنا نقول له هيد وعن السرعة أتمنى يعني الدكتورة أول شيء نتحدث عن هذا المسح الصحي شو هو المسح الصحي اللي قمتم فيه ما هو الهدف من عمل هذا المسح الصحي وإن شاء الله يا رب ما تضربين المايك شكرا أخ محمود وعلى إتاحة الفرسلي لعرض نتائج المسح الصحي مثل ما اتفضلت المسح الصحي تم في سنة 2014 وهالنوع من المسوحات التمكي الخمس سنوات عالميا كان الهدف الرئيسي من عمل هذه المسوحات التعرف على الواقع الصحي في مجتمعنا طبعا إحنا قبل ما نحط أي خطة استراتيجية أو أي مبادرة أو أي برامج صحية للمجتمع لازم نعرف الواقع الصحي اللي موجود المشكلات الصحية اللي موجودة عندنا وحبينا نسترد إلى دلائل وبيانات وأرقام صحيحة ما تكون فيها تخمينات يعني فلهذا السبب قمنا بعمل هذه المسوحات مع مركز دبي للإحصاء وكان تعاون جميل ومثمر جدا من طرفهم جميل هذا يعني المشروع الإحصائي يعد من أحد المشاريع الاستراتيجية ويأتي في إطار الدعم الإحصائي اللي قدمه مركز دبي للإحصاء لشركاء الاستراتيجيين بشكل عام والجهات المعنية بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 20-21 بشكل خاص الآن من كان المستهدف في هذا المسح؟ المسح شمل المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار وكل الجنسين وذلك سعيا لمعرفة المعلومات الديمغرافية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك أنماط الحياة وعوامل الخطورة المؤدية إلى الأمراض المزمنة مثل التدخين والتغذية والنشاط الحركي والمتعلقة بمدى انتشار بعض المشكلات الصحية مثل السمنة والأمراض المزمنة لماذا فكرنا في هذه الجوانب؟ لأن حسب منظمة الصحة العالمية الإحصائيات تدل أن سبب الوفيات من أهم الأسباب يعتبر الإصابة الأمراض المزمنة وكدولة الإمارات بشكل خاص تقريبا في سنة 2012 كانت نسبة الوفيات من الأمراض الصدرية أو الكارديوفسكول بمهم نسميه تقريبا 17% وفي 2014 وصلنا إلى 30% فالأمراض الصدرية أو الذبحات الصدرية أتي أغلبيات من الإصابة بنسبة الكوليسترول يكون ارتفاع في الدم ارتفاع في ضغط الدم ارتفاع في نسبة السكر وهذه الأمراض كلها ممكن أن نتفاداها بتغيير بعض السلوكيات في حياتنا فالموضوع محتاج أن نتطرق إلى هذه السلوكيات ونعرف مجتمعنا الأرماط الحياة اللي عايشتنها الناس في مجتمع الإمارات أو بالأخص الدبي حتى نقدر نساعد المجتمع على تغيير هذه السلوكيات لتفادي هذه الأمراض جميل المسجات التي تينا على التربية والتعليم أعتقد هذه موجهة لبرنامج البث المباشر يمكن طيب دكتورة هذه هي نوعية المعلومات أو المعطيات اللي تم التطرق لها في هذا المسح ولا في معلومات ونوعية معطيات أخرى طبعا إحنا بعد ركزنا على معلومات أخرى من ناحية هل المقيمين والمواطنين عندهم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية سواء عن طريق البطاقات الصحية أو التأمين الصحي وكذلك قصنا مدى نسبة رضا العينة عن إدارة الرعاية الصحية بشكل عام سواء على مستوى الخاص أو الحكومي فكانت هذه البيانات اللي بعد تطرقنا لها وكذلك تطرقنا إلى بعض البيانات اللي تخص كبار السن لأن حسنا أن هل في أمن المجتمع محتاجين رعاية خاصة وبرامج خاصة لأن نسبة المسنين في الدولة وفي الإمارة وعالميا في تزايد فالحين الشخص قام يعيش فترة أطول لأنه فيه خدمات وفيه رعاية صحية متوفرة فدرسنا خصوصية الفئة هذه من خلال هذا المسح أيضا جميل يعني خلينا نستعرض بعض الإحصائيات اللي أنت تحدثت عنها عن أنماط الحياة الصحية تكلمت عن التدخين عن التغذية الصحية النشاط الحركي فخلينا نتكلم أول شيء عن التدخين بما أننا نحن يعني الموضوع كان كان اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحدثنا عنه بالأمس وأنا أبغي بعد يعني أركز على هذا الموضوع لأنه موضوع بالفعل آفة تعاني منها المجتمعات في العالم كلها وأيضا دولة الإمارات يعني حاليا أعتقد أنه هناك من خلال دراساتكم من خلال هذا المسح أبغي أعرف شو المؤشرات اللي موجودة واللي طلعت فيها من خلال هذا المسح مثل ما تفضلت أخ محمود يمكن التدخين يعتبر من أهم السلوكيات اللي لازم نتطرق له ونحاول نحن نوع المجتمع عن مضارات التدخين بالإضافة إلى التدخين عندنا التغذية الصحية النشاط الحركي هذه العوامل اللي احنا ممكن نغيرها في حياتنا إذا قدرنا نغير هالعوامل نقدر أن نحن نتفادى أن بعد فترة نوصل لمرحلة نحن نصيب بأمراض مزمنة فإذا يتطرق لنسبة التدخين فإن التدخين في مجتمعنا بشكل إجمالي سواء على مستوى المقيمين أو على مستوى المواطنين فنسبة التدخين واصل عندنا 20% والنسبة تعتبر نوعا ما عالية فإذا قلنا نسبة التدخين على مستوى الإماراتيين الذكور فالنسبة واصلة تقريبا عندنا 13.6% وعند الذكور الغير مواطنين 17% والإناطة الغير مواطنات 3% فإذا جمعنا الأحصائت هذه كلها المواطنات كم؟ المواطنات على العينة التي جرنا عليهم المسح كان 0% لكن هذا لا يعني أن المواطنات غير مدخنات لكن عينة المسح بينت عندنا 0% والله العينة يمكن قصون عليكم وطرعت واحدة السرينة قلت لا أنا ما أدخل يمكن التدخين موضوع حساس أخ محمود يمكن حتى في ريايين كرون التدخين منبوذة في المجتمع فأعتقد أنه المارسة أيضا والحمد لله أنها منبوذة أصلا الحمد لله أنه منقود أنه حرمي بعد الدخل عيب نوعا ما تحصل أنه فيه مشكلة أنه الشخص يصرح فعلا أنه مدخن ولا لا بالذات بالنسبة للإناث وإذا تطرقنا للتغذية الصحية طبعا نحن نحسب الحصص اليومية بحسب نوع الغذاء حسب منظمة الصحة العالمية فلو تطرقنا للخضروات والفواكه ونشوف مجتمعنا الشكثر عندهم الوعي وفعل يتناولون الخضروات والفواكه بكميات كافية ولا لا فلو قلنا أدنى حصتين يوميا في اليوم بنزل للخضروات بشكل إجمالي 42% هم يتناولون خضروات مرة يوميا فقط و32% يتناولون مرتين يوميا بنزل الفواكه 50% يتناولون الفواكه مرة يوميا و30% يتناولون مرتين يوميا الفواكه لو نبقى نعرف مجتمعنا الإماراتي بالذات نقدر نقول نسبة تناول الخضروات عند المواطنين 25% يوميا مرة حصة واحدة فقط في اليوم و31% يتناولون مرتين يوميا وبالنسبة للفواكه تقريبا الإحصائيات متشابهة 25% يتناولون الفواكه مرة يوميا و30.6% يتناولون الفواكه مرتين يوميا فإحنا نبقى نشجع تناول الفواكه والخضروات أكثر والحد من تناول الأغذية الغير سليمة اللي فيها نسبة سعرات الحرارية عالية والدسمة جميل إذن يعني أنا بتكلم بعد عن الأرقام الخاصة بالنشاط الحركي بالذات النشاط الحركي النشاط الحركي بتكلم عنها إذا بتعطينيها في 30 ثانية أنا أقدر أقول لك منخص أن النشاط الحركي عندنا متدني جدا 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 رح أتكلع عن المواطنين والمواطنات عندنا الذكور والإناث نسبة موارسة الرياضة 3% فقط النشاط الرياضي اللي يعتبر كمتوسط مش حتى الشاق أو لكن جدا متدني نحو هذه أرقام تخوف تخوف فعلا أنا هنا حتى يعني أبغي أبغي أتطرق إلى الأسباب اللي موجودة في هذا البتاري يعني ليش في عندنا نسب تدخين عالية ليش عندنا التغذية الصحية غير متواجدة على حسب النسب اللي طرحتوها يعني كمؤشر ممكن يكون مؤشر غير جيد وأيضا نشاط الحركي يعني توقعتنا بالعكس على الفترة الأخيرة في وايد أماكن واحد ممكن يمارس فيها الأنشطة الرياضية والبدنية ما ننسى محمود الإحصائيات هذه من 2014 فيمكن فعلا أحيانا لما نعيد الدراسة مرة ثانية بنشوف أن نسبة الرياضة النشاط الحركي والكونسمشن الهيثي فود يكون أكثر زاد عندنا أنه فعلا الأورنس والتوعية عند المجتمع في تزايد فنتمنى أن تكون الإحصائيات هذه جيدة في المستقبل القريب طيب نحن منوقف مع فاصل بنرجع بنستكمل حديث عن هذا المسح الصحي وأيضا كذلك ضيفنا اللي كان يسمعنا على السيارة وصل الستوديو سطارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء رجع معانا على الستوديو نحن ما نستكمل هذا الحديث بعد ما نوقف مع هذا الفاصل القصير ومن ثم نرجع لكم في عندنا وايد محاور في هذا المسح الصحي من اتطرقنا فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة أبغي أرحم في البداية معايا في الستوديو ضيوف كرام جدا سعيد جدا بهذه الاستضافة الأستاذ طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء حياك الله معانا الله يحييك أستاذ محمود وتحيياتي للدكتورة شكرا لك وأيضا دكتورة ناه المنصف مدير إدارة الشؤون الصحية قطاع رعاية الصحية الأولية بهيطة صحة في دبي قبل لاستكمل معاكم هذا الحوار أعتقد عندنا مداخلة من أحد المستمعين ألو ألو سلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله تعرف عليك أبو محمد إياك كيف حالك أياك الله أبو محمد تفضل يا سيدي الله يسلم أنا عندي باش شيء يسمونه بس عندي سؤالين الله يخليكوا هاتي المعلومة هاتي عندي سؤالين فيها طبيعي تسأل الدكتورة وهذا دكتورة في مجال ايه تفضل سمعين دكتورة ولا عدل السماعة عدل السماعة بارك الله فيتي لا حطيها تشذى على الأذنت الصوت واطي واطي اتفضل اتفضل بمحمد ايه جين عندي أنا جين أنا حدي الله يسلم بس المعلومة هاتي موصلين إياها بس بغيث أتأكد منها المعلومة الأولي اللي يدخن الججارة فترة طويبة هي جين ويترك الججارة مرة وحدة يقول هذا هل يتأثر هذا ينضر يعني جين بالنسبة للمعلومة سامي اللي يدخن قدو يقول هذي أضرار يعني وايد أقل بغيث أتأكد من هال معلومة نمر خديثة اللي يدخن شو القدو اللي يدخن قدو قدو هي شو بلا اللي يدخن قدو يقول يقول أنه أضرار هذي يعني بسيطة وايد يعني أقل يعني يعني أخذ ججارة بوايد زي واللي يدخن ججارة الفترة طويلة كان يدخن ججارة يا ريال هاي السحبة الوحدة أنا أعتقد مليون ججارة يا حقي ها أبو محمد ما تحس بها هذه سحبة القدو والله القدو مركز وأورغانيك أورغانيك إحنا دائما ننصح المدخنين أنهم يتركون التدخين مرة وحدة يعني مش بالتدريد لا مش بالتدريد يعني يقرر يفكر مثلا أنا قررت فيها اليوم أني أنا وقف التدخين ويكون صارم في قراره ففعلا يقطع التدخين مرة وحدة وطبعا إحنا في عندنا عيادات للمدخنين في ثلاث مراكز صحية ممكن الشخص يرجع لها العيادات ويتلقى الخدمة إحنا عندنا طبعا الشخص لما يحتاج أنه إحنا نساعدها بأدوية يعتمد على حسب عدد الجغاير اللي يستخدمها في اليوم إذا كان أكثر عنها شر الجغاير أو في معايير معينة وفحوصات معين حنسويها إذا اطبقت على هالمعايير ممكن نحن نساعدها ببعض أنواع الأدوية عشان نساعدها على الإقلاع زي نحن ما نريد نسترسل وائف في الإجابات لأنه نرجح على موضوع المسحل الصحي والقدو يقول أنه أضرار أقل عن بالعكس إحنا القدو لا نعرف مكوناتها وكمية النيكوتين اللي في المواد الضارة اللي فيها في القدو فأنا أعتبر القدو مضر أكثر من الجغارة صحيح إذن عموما التدخين كله مضر شو ما كان يعني حتى أحيانا يقول لك إذا أنت تدخن بشكل سلبي يعني إذا أنت مدخن أصلا حتى من في المكان مدخن برع ويت مع عيالك بس حظنتم حتى هذا الحظن التركيبات هذه الكيماوية موجودة على الجسم موجودة علىك هذا ممكن تأثر على الأطفال اللي موجودين حواليك عموما تحدثنا بشكل مفصل عن التدخين بالأمس وتحدثنا عن العيادة خلونا نرجع للمسح الصحي سامحيني الدكتور أنا الآن شوية بتوجه عند الدكتور عند الأستاذ طارق الجناحي نابل مدير التنفيذي مركز الأحصاب سيد طارق يعني أول شيء لماذا تم تنفيذ المسح على عينه وليس على جميع أفراد المجتمع ليش ما شملته جميع أفراد المجتمع في هذا المسح نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المسوح الإحصائية دائما تنفذ على عينات إحصائية بينما التعدادات تكون على شاملة على مستوى المجتمع أوكي التعداد شيء يعني تكون في العادة أو في الغالب أو دائما بشكل أدق أنها تكون لعد السكان وخصائص السكان وعلى فترات متباعدة خصوصا في الدول اللي ما تمتلك سجلات سكانية جميل والتعداد أصلا كذلك أعتقد فيه موشيرات كثيرة غير موشيرات الصحية فيها فيها خصائص سكانية وديمقرافية أوكي نعم أما المسوح الإحصائية مصطلح المسح يطلق على العد بأسلوب العينة وهو الأسلوب مثالي يظهر منه مؤشرات كما هو في التعداد لأن العينة تسحب بطرق ومنهجيات علمية تكون ممثلة للمجتمع كاملا وبعد يعني جميع شرائح المجتمع جميع الفئات جميع العمار جميع أنواع الأسر جميع الجنسيات يعني نفس تركيبة المجتمع الحقيقي ولكن مصغرة جميل يعني مثلا الجنسية مثلا الجنسية معينة تركيبتها يعني هذا للتبسيط فقط هي العملية معقدة جدا عمليات احصائية معقدة وفيها جميع الخصاص مثلا جنسية معينة فيها 10% من استكان هذه الجنسية ففي العينة نفس الجنسية 10% العمر من كذا لكذا 2% يعني مجتمع مصغر بعد أن يتم تنفيذ المسح يتم تكبير هذه العينة بنفس معامل التكبير اللي يتم سحب العينة عليه ويعطيني نتائج دقيقة جدا ويمكن حساب نسبة الانحراف ونسبة الخطأ في العينة بشكل دقيق بالضبط أنا هذا اللي كنت أريد أن أرد هل هذه العينة اللي يتم المسح يتم أخذ المؤشرات هذه هذه ممكن أن هي تعكس المجتمع ككل نعم بعد ما يتم الانتهاء من المشروع الإحصائي أو المسح الإحصائي يتم تكبير العينة يعني مثلا فلنفترض أن العينة 10% من المجتمع يتم ضرب هذا أنا يستبسط الموضوع للمجتمع يتم ضرب 10% في 10% فتعطيني المجتمع كاملا طيب أنا الآن بتكلم عن المسح الصحي ليمار الدبي هذا المسح الثاني اللي سويته بعد 5 سنوات من المسح الأول يا ترى كم أسرة تم استهدافة من وراء هذه المسوح وأيضا كذلك شو هي الأسر اللي تم شو هي الأسر اللي تم أيضا يعني تغطيتها من خلال هذه النتائج نعم طبعا المسح الأخير غطى تقريبا قريبا 5000 أسرة 4700 أسرة أما شو هي الأسر فمثل ما وضحت لك أخو محمود قبل شوي غطينا جميع أنواع الأسر المعيشية جميع الجنسيات تجمعات العمال الأسر الجماعية اللي هي تجمعات العزاب يعني جميع فئات المجتمع بجميع جنسيات وخصائصها ممثلة في هذه العين طيب أنتو دائما في سامحيني الدكتورة شوي بالترسل مع أنت السماعة العوستين فيها لأن تتحركين الدكتورة فلازم تطير وهذا ما تسمعين عموما نمر الله يخليك تعالي ساعد الدكتورة خلنشوف شو موضوع السماعة أنا أدري قتلة ركب السماعة عدل آه أوكي خلاص ممتاز أوكي لا تحرك سامح لسا طارق عموما دائما أنتو نسيتين السؤال بارك الله فيك دكتورة أنتو كإحصائيين دكتور دائما ما تتحدثون عن الأرقام أنزين أو دوركم في توفير هذه الأرقام وهذه الإحصائيات ما تسعون أن لفرض قوانين أو كذلك أن تتوفرون هذه المعلومات لمتخذ القرار لكن الآن أتحدث عن عملية اختيار مثل بعض المؤشرات ضمن هذه الإحصائيات ضمن هذه الأمور هل تتم من خلال متطلبات من الجهات المعنية التي تطلب منكم هذه الإحصائيات على سبيل المثال هل هناك بعض المؤشرات التي تطلبها هي الصحة أن يتم قياسها ضمن هذه المسوحات أم أن مركز دبي للإحصائيات هو أيضا يبادر من عنده بوضع الأسلوب العلمي لمثل هذه المؤشرات نعم طبعا نحن يعني أسلوبنا في العمل نعتمد على الشراكة مع الجهات المختصة نعم نحن نقوم بتصميم المسوح بناء على الستاندرد الإحصائي الدولي ولكن اليوم عندي متطلبات استراتيجية خاصة فينا نحن كحكومة دولة الإمارات أو حكومة تدبي فيتم التنسيق مع المجلس التنفيذي لتلبية متطلبات خطة تدبي 2021 إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية متطلباتهم الفنية فالمسح الصحي من بدايته من يوم من أول يوم بدأنا في تحديد أهدافه وتحديد المؤشرات اللي بتطلع منه كان من خلال عمل مشترك مع هيئة الصحة في دبي لتلبية متطلبات الهيئة كجهة مسؤولة عن التخطيط في المجال الصحي وثم تنفيذ تلك الخطة طيب هذا يقودني للسؤال الثاني إن شو الفرق اللي صار ما بين 2009 في المسح الأول وشو هي المؤشرات اللي ديدة اللي ضفتوها في هذا المسح المسح الأخير ما أدري من ممكن يفيدني في هذا الموضوع يمكن الإضافات اللي سوناها على المسوحات 2014 كانت المتعلقة بكبار السن يعني تطلبنا لهم بشكل أكبر وأشمل ممتاز ممتاز لموضوع الخصوبة الخصوبة كانت تحسب ميدانيا يعني في العادة المسوح تنفذ لحساب المؤشرات التي لا تتوفر من خلال قواعد البيانات السجلية بينما هذا العام وبعد استحداث المنظومة متكاملة للإحصاءات الحيوية في إمارة دبي بالتنسيق طبعا والتعاون الكامل مع هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة ومحاكم دبي أصبحنا تدخل في حساب معدل الخصوبة لإمارة دبي فهذه من المعلومات التي لم تعد تجمع ميدانيا فتم حذفها من المسح الأخير جميل جميل جدا أنا شاهدتي في مركز دبي للأحصاء مجروحة لأن للأمانة من الجهات الحكومية المميزة جدا التي لها أهمية كبرى في صنع القرار ليس فقط لهذه الصحة في دبي ولكن لجميع الجهات الأخرى والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية كذلك في هذا المجال أنا شاهدتي ويد فيكم مجروحة لكن مع ذلك نتحدث عن شراكة استراتيجية ما بين هيئة الصحة في دبي ومركز دبي للأحصاء سطارقنا لك الكثير من المشاريع المشتركة ما بين الهيئة وما بين مركز دبي للأحصاء خلنا نطرق لها بشكل سريع يمكن ما أبالغ إذا قلت عملنا مع الهيئة عمل يومي يعني في موظفين عندهم مكاتب صحيح صحيح نعم نعم هناك طبعا المسح الصحي يمثل جزء مهم ولكن الآن انتهينا من المسح الصحي الآن عندنا عملية فنية أخرى اللي هي عملية الربط بين المسح الصحي الأخير والمسح الصحي السابق وإظهار بعض المقارنات والفروقات اللي بتدعم هيئة الصحة في يعني تحليل هذه النتائج والوصول إلى تقييم للمبادرات والبرامج اللي قامت بها خلال الفترة السابقة ووضع البرامج الجديدة عندنا كم هائل من المؤشرات والتقارير الإحصائية الأخرى اللي تجمع من خلال منظومة إحصائية متكاملة من القطاع الخاص عندي إحصاءات الأمراضة المعدية عندي إحصاءات المستشفيات بشكل عام عندي إحصاءات المرضى إحصائيات الأمراض فالتطعيمات يعني في عمل يومي متكامل مع هيئة الصحة في ما يتعلق بالإحصاء والتقارير الإحصائية والمشارات الإحصائية إضافة إلى ذلك طبعا المركز يقوم بدعم الهيئة كأي جهة أخرى بالمعلومات الإحصائية سواء كانت ديمقرافية اجتماعية اقتصادية في عمليات التخطيط وصنع القرار يعني الهيئة اليوم موب في عمليات التخطيط موب تستند على المعلومات الصحية فقط هناك معلومات أخرى أيضا تدخل في كمدخلات في عملية التخطيط وصنع القرار وسن السياسات الصحية جميل دكتورة يعني كنا نتحدث حقيقة عن الماطر الصحية وبعض المؤشرات قبل خلال يعني جزء الثاني من من البرنامج وتحدث عن التدخين وتغذي الصحية والنشاط الحركة والأسواب كذا لكن الآن من بين الأشياء التي ذكرتها في بداية اللقاء تحدث عن نسبة انتشار الأمراض المزمنة الضغط الكوليسترول الذبح الصدرية يا ترى يعني هذه المؤشرات اللي ورد في هذا المسح يعني كيف ممكن نحن نقرأها من الناحية الصحية والطبية إذا تطرقنا لنسبة ارتفاع الكوليسترول في الدم فتقريبا بنسبة للمواطنين فنسبة الإصابة عند الرجال 19.6 ونتنقون 20% تقريبا وعند الإناث 18.5 بالنسبة لضغط الدم تقريبا إحصائيات متشابهة أيضا للكوليسترول 20 عند الرجال و18 عند النساء تعتبر هذه النسب نوعا ما عالي لو قارننا المواطنين بغير المواطنين إحنا لاحظنا أن النسب هذه عند الأخوة الغير مواطنين أقل فبمثل الكوليسترول أقل أقل يعني الغير مواطنين النسب اللي صاب عندهم أقل هذا من الأكل يعني ولا من الحركة أكثر إحنا مثل ما قل نشاط الحركة قليل نوعية الأكلات اللي احنا أكلها سعرات الحرية عالية جدا فيها دسمة وإحنا في بيوتنا يمكن متعودين على أقلة الحركة حتى والخدم وأبسط الأمور يمكن حد ثاني يقوم بالنيابة عنه فنحس يمكن هذه لها تأثير على الإصابة هذه الأمراض حتى الدكتورة يعني إذا ما ندور باركنج حق السيارة نشوف وين أقرب موقف على الباب يخي وقف بعيد وامشي لك هذه رياضة حتى لهم الجو حلو صح صدق فهذه النسب تقريبا تعتبر عندنا عالية وارتفاع تقدم والكوليستيرو مثل ما قلت سابقا هي لتأديلة ذبحات الصدرية نحن ما قدرنا نطلع نسبة الإصابة بالمرضة السكري لأن نحن في خطوة جاية مفروض نسويها مع مركز بلل الحصاء أن نحن لازم ناخذ عينة من نفس العينة اللي سوينا عليهم المسوحات ننزل لبيوتهم ونسوي لهم فحص السكري ففحصات الدم ضرورية عشان نقدر نعرف بالضرب نسبة الإصابة السكري لحظة 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 أنا هنا أبغي أسأل سؤال السيد طارق الآن أنتوا أثناء جراء المسح هذا أنا على بالي كله ضغط الدم قياس الطول والوزن فهالأمور احنا بعد تطرقنا لخلال المسح وعندنا خطة مستقبلية الحين عرف لماذا خمس سنوات تأخذون عادة هالمسوحات عالميا أخ محمود وحسب منظمة الصحة العالمية ما تتسوى إلا كل خمس سنوات لتكون المسوحات شاملة وكبيرة إذا كانت أقل من خمس سنوات بتكون يوزلس يعني مثلا إذا اليوم فلنفرض عادة التدخين نسبة عشرين بالمئة عقب سنة بتتم تغري بنفس النسوح يعني كم بترتفع وكم بتنزل يعني ستظل يوزلس يعني جهد وكلفة وعلفاضي وإزعاج للمجتمع خمس سنوات فترة مناسبة لهذا النوع من المسوح بس هنا أشير إلى شي ضروري أن الفحوصات تمت من خلال طاقم متخصص من هيئة الصحة نحن موظفين نغطى الجانب الحصائي وطاقم هيئة الصحة غطى الجانب الطبيب حيث أن العملية تكون دقيقة ومهنية جميل جدا طيب عندك إضافة ثانية تابين نظيفين في هذا الموضوع أنا بس حبيت أبين نسبة السمنة عندنا نغططرق للسمنة أنا لأنه عندي بعد الوقت يركض بسرعة نسبة السمنة وأيضا بتكلم عن كبار السمنة السريع نسبة السمنة عندنا بشكل عام الوزن الزائد الإجمالي 36% والسمنة 11.9% ولكن على مستوى المواطنين نسبة السمنة أعلى من الغير المواطنين أيضا 22% فاصلة 5 عند الإماراتين و11.5 عند غير الإماراتين ذكرنا الأسباب ليش أي ذكرنا الأسباب ضغط ودخلتوا في قد كبار السن دكتور في المسح هذا أي دخلنا في قد كبار السن شفنا نسبة الكبار السن وشفنا نسبة كبار السن اللي هم يواجهون مشاكل في الحركة بشكل دائم 27.7% والقائمين على رعاية كبار السن معظمهم الزوج أو الزوجة الإبن أو الإبنة وبعد فيه شريحة كبيرة من الخدم فشفنا أن هالموضوم محتاج أن نحط الموضوع البرامج المستقبلية أن يكون فيه تدريب خاص للخدم على أنهم يقومون برعاية الصحية السليمة الصحيحة مع الكبار السن جميل هذه من بين الأشياء اللي طرحتوها وهذه الفائدة الرئيسية من خلال إجراء مثل هذه المسوحات الصحية أن يتم تصحيح بعض المسارات بعض البرامج بعض الأمور الوقائية والعلاجية في تقديم الخدمات الصحية والطبية عندي قبل أختم بسرطار قابل يتكلم خلال خمس سنوات هذه المسح يتم لكن أيضا فيه أشياء معينة يعني كل سنة كل سنتين أو كل ثلاث سنوات بخصوص يعني أمور معينة للقطاع الصحي في إمارة دبي بما أن نحن تحدثنا عن التعاون الاستراتيجي ما بين الهيئة وما بين المركز نعم في بعض الإحصاءات الصحية التي تصدر حتى بدورية شهرية حتى بدورية شهرية فنحن بالتعاون مع الهيئة يعني نغطي جميع ما يتعلق بالأحصاءات الصحية والمؤشرات الصحية سواء ما قلت لك بما يتعلق بالمنشآت الصحية بما يتعلق بمدى شغال هذه المنشآت والكباسيتي سواء في القطاع أو السعر في القطاع الخاص ولا في القطاع الحكومي فيما يتعلق بالتطعيمات بالأمراض المعدية فيما يتعلق بالتسجيل الصحي فيما يتعلق يعني بكافة التفاصيل فهناك بعض الإحصائيات اللي من الضروري تصدر بدورية سنوية وهناك بعض الإحصائيات اللي تصدر بدورية شهرية وهناك بعض الإحصائيات اللي تصدر بطريقة يعني من خلال وغير الجانب الحصائي أيضا عندي بعض المسوحة الاستطلاعية الدراسات الاستطلاعية مثل مؤخرا نفذنا المسح العلاج بالخارج يعني الهيئة كانت بحاجة إلى بعض المعلومات والفيدباك من الناس المستفيدين من هذه الخدمة فأيضا هذا النوع من النشاط موجود جميل أنا تفضل علي نمر بديكتين نزيل فبعطيكم ثلاثين ثانية ثلاثين ثانية ككلمة خيرة إذن نسيت محور أو شغلة تبون توجهونها وأيضا نعطوني دقيقة عشان نخدم أنا يوم ختم أرمس وايد أنا بس حبيت أشكر مركز باللحصاء على تعاونهم المستمر والجميل لو لهم احنا ما كنا بنقدر نسويها المسوحات وإن شاء الله سيكون في تعاون مستمر وداء معاهم شكرا دكتورة بس شغل مركز باللحصاء وحط هيئة الصحة في صراحة شريك نموذجي الله حق وفريق عمل رائع استفادنا مننا الشيء الكثير وإن شاء الله حتى في الجانب العلامي والتسويقي إيزاك الله خير استاذ محمود أنت وفريقك يعني فعلا فريق رائع إيزاكم الله خير على هذه الحلقة المميزة وعلى هذه المعلومات الجميلة وسامحونا نحن طلعناكم من الدوام أدري عندكم مشاغل كثيرة لكن لأن أول شيء الموضوع قيم أثنين نحن حب تواجدكم معانا في البرنامج بين فترة وفترة أنا أتوجه بالشكر للجزيز سيد طارق الجناح نعم المدير التنفيذي لمركز دبيل للحصاء على تواجد معنا وأيضا كل شكر للدكتورة ناهد منصف مدير إدارة الشوون الصحية في قطاع الرعاية الصحية الأولية في أهت الصحة بدبي وحطي في باتش دائما ما نشوف دكتورة إن شاء الله إن شاء الله نكون مفيدين لا بالعكس ما شاء الله عليكم وأيضا هذه تحيات مخرجنا نمر محمد عبدو وفي التنسيق كانت معنا أشواق مسعد وهذه تحيات محدثكم حمود يوسف العلي وتحيات أسرة الإعداد في قسم الإعلام أبغي أنساهم الشباب ما قصروا وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي